بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار النهاردة هنتكلم عن توقعات واحداث لدولة مصر في عام 2021 من خلال تحليل الكلمة نفسها من حروف وكل حرف ليه رقم في ذلك العلم وانا عارفة ان العلم ده جديد عليكم لكن ده موجود من فترة كبيرة جدا لكن بدأ يظهر وينتشر خلال الفترة دي والاحرف تقسم الى احرف ترابية واحرف نارية واحرف هوائية واحرف مائية زي الابراج بالزبط والكل منها حركة تشكيل خاصة بها فالحروف النارية زي الالف واله والطه والميم والفي والشين والذال وحركة التشكيل بتاعتها هي الفتحة والحروف الهوائية هي البي والوا واليه والنون والصاد والته والضاد وحركة التشكيل الدمى اما الحروف المائية فهي الجيم والزين والكاف والسين والكاف والثه والزه وتشكيل الحركة لها هي القصرة اما الحروف الترابية زي الدال والحه واللام والعين والره والخه والغين وتشكيل الحركة اسمها الجسمة من ناحية اخرى هناك علم يسمى بعلم الاركام فهو علم قديم حيث كانت بعض الشعوب تعتبر ان هناك اركام مقدسة واركام شريرة او اركام نتفائل منها واركام نتشاء منها مثل شعوب الهند القديمة تعتقد بالقداسة الاركام التالية الواحد والتلاتة والتسعة والتناشر والتلاتاشر والتمنتاشر والسبع وعشرين وتلاتين وتلاتة وتلاتين اما رقم تلاتاشر فبعض الشعوب بتعتبروا رقم نحس زي مثلا الشعوب العربية وشعوب اخرى تعتبروا رمز الكمال وده نستنتج منه ان الاركام عبارة عن زبزبات وعي ونظام والزبزبات دي موجودة في الاركام من هذا المنطلق يمكن القول ان الايام والاسابيع والشهور والاعوام التي تحوي على اركام مقدسة لابد ان تشهد نوع من مساعدة القوى الخيرة او من عناية عليا وهذا ما يفسره سعي البعض لتنفيذ الاعمال الهمة او الكبرى في الايام التي تحمل هذه الاركام واكذا نستنتج ان قدسة الاركام او علم اختيار الاركام ليس مجرد وهم او خيال بل هي واقع موجود ومعترف به ولذلك في قناتنا وخلال الفيديوهات اللي بنقدمها بنستغل لذلك العلم في معرفة ما يحتويه الاسم من دلالات مستقبلية او توقعات لها وبدأنا ومستمرين في علم تفسير الاسماء وخصوصا اسماء الاشخاص وانت تقدر تكتب اسمك في التعليقات وان شاء الله نعمل تحليل لاسمك من خلال الحروف ونقدر نشوف التوقع اللي بيحمله اسمك ليك في عام 2021 من خلال فيديو او بس مباشر وطبعا كل هذا يعني زم احنا بنقول عن طريق دراسة واكتهاد مننا وترفيه بالنسبة ليك ولا يعلم الغيب الا الله وده كله مجرد توقعات مش تنبؤات زم احنا قلنا عبارة عن دراسة او اكتهاد وبالنسبة لكلمة مصر فيها مكونة من ثلاثة حروف وهي الميم ورقمه 40 والصاد ورقمه 90 والراء ورقمه 200 وفي هذا الفيديو هنتكلم عن حرف حرف ونعرف دلالته من خلال الرقم وهنعرف التوقع اللي بيحمله لمصر في عام 2021 اولا حرف الميم حرف الميم في علم الحروف هو حرف يعيش صراع النجاح والفشل في حياته وفي حاجة مسة للدفاع والتأييد وده بنلاقيه بشدة في شعب مصر العظيم فهو كثيرا ما يعيش هذا الصراع بين النجاح في بعض الامور او القرارات واخرى الفشل في اتجاه حياته بسبب مصعب الحياة والضغوط التي تقع على كاهلهم وهو يحتاج للتأييد فمعروف عن الشعب المصري بانه طيب القلب وممكن انه ينسى ضيقته بمجرد سماع كلمة تؤيده او تدافع عنه او يشعر بان احد اخر يشعر بضيقته فيرتاح نفسيا وينسى تعبه وحزنه اما رقم حرف الميم هو 40 فرقم 40 يرمز او يشير الى 40 جندي مصري في مهمة خارج الحدود المصرية وغالبا ما تكون هذه المهمة في مشاركة او مساعدة دولة عربية شقيقة وبنسبة كبيرة ليبيا او تحرير اسرى مصريين داخل الاراضي الليبية وحرف الميم هو حرف ناري مما يدل بانه سيكون هناك اطلاق نار واتمنى طبعا رجعهم بسلام الى ارض الوطن اما حرف الصاد فحرف الصاد في علم الحروف هو يرمز الى انه عاطفي ومستقل وواصق من نفسه وذلك واضح جدا حيث ان الشعب المصري مشهور بانه شعب عاطفي للغاية واذا كنت تريد ايصار رسالة او حتى توجهه لاتجاه معين فالحل الوحيد هو ان تلعب على عاطفته وهذا في احيان كثيرة ما يستغله البعض لمصالحهم الخاصة وايضا الشعب المصري مشهور بانه واصق من نفسه وفخور بتاريخه ومستقل حيث ترى ينجح في اي مجال يعمل فيه حيث تجد في اي دولة مصري عالم في فرع من العلوم او بنى شيء عظيم في تلك الدولة اما رقم الصاد هو رقم تسعين اي انه يحمل توقع لمصر في عام 2021 بتسعين يوم اي تلت شهور حيث في بداية 2021 وخصوصا في اول ثلاثة شهور من عام 2021 حيث ستشهد مصر موجة ثانية من فيروس كورونا ولكن لا تقلقه لن تكون قوية مثل الموجة الاولى وبعد تلك المدة سننسى جميعا كلمة كورونا ونرجع للحياة الطبيعية مرة اخرى فبعد ظهور علاج لفيروس كورونا كوفيد نانتين ولقاح لمنع الاصابة منه مرة اخرى سنرجع وننسى تلك الكلمة وحرف الصاد هو حرف هوائي اي فيروس ينتشر في الهواء مثل فيروس كورونا اما اخر حرف هو حرف الراء معروف عن حرف الراء ببساطة بانه حرف الرزق والاتكال على الله في ايجاد الرزق وهذا ما نراه بشكل واضح في الشعب المصري الذي دائما ما يستند على مقولة خلي الرزق على الله فدائما ما يتكل المصريين على الله في ايجاد ارزقهم ودائما ما يبدأون اعمالهم بذكر الله ليبارك عملهم ويعطيهم رزقهم اما الرقم الذي يرمز له حرف الراء هو رقم 200 ويحمل 200 للتوقعات في عام 2021 كما قلنا رزق لكن من نوع اخر فهناك توقع يقول بانه في النهاية عام 2021 كما تنتهي كلمة مصر هكذا بالراء ففي النهاية سترزق مصر ويكون عدد الاجمال لسكانها يصل الى 200 مليون نسمة او سيكون هناك 200 مولود في اخر دقيقة من عام 2021 وحرف الراء هو حرف ترابي وهذا يتعلق باصل البشر فكلنا من التراب الى التراب نعود وهكذا نكون قد انتهينا من توقع وتحليل كلمة مصر وما يمكن ان نراه او يحمله عام 2021 لجمهورية مصر العربية واحب ان انهي ذلك الفيديو بانه لا يعلم الغيب الا الله وطبعا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لمتابعة الجديد دائما ولا تنسوا ان تكتبوا اسمك او اسم دولتك في التعليقات ولايك وشير الفيديو لكي نرى عدد المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات وذلك يدعمنا ويشجعنا بعمل فيديوهات شبيهة او سلسلة لتلك التوقعات شكرا واشوفكم بخير ان شاء الله على قناة مساء الاخبار